السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء اسعد الله عبقاتكم بكل الخير بكل الحب نلتقي وبنكمل كرس نحو من الصفر على قناة بتاع عربي وصلنا في المشتقات لاسم الالة احنا اتكلمنا في المشتقات عن اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الزمان واسم المكان اسم الالة اسم الالة احنا قلنا اسم الزمان اللي بيدل على الزمن اسم المكان اللي بيدل على المكان اسم الفاعل بيدل على الفاعل اسم المفعول بيدل على المفعول. صرة المبالغة بتدل على المبلغة. اسم الالة هتدل على الالة. الالة اللي انت بتعمل بها الفعل. بردو مشتك من الفعل. عايزين نقسم بس كده اسم الالة لاسم الالة قياسي. خلي بالك. قياسي. هنقول عليه ايه? مشتك. اي دوم احنا اصلا جايين نتكلم عن المشتقات. وهنا المشتقات يعني من الفعل. بس فيه منها جامد واده هنقول عليه سماعي يعني جامد ويعني سماعي جامد سماعي احنا سمعناها كده سمعناها عن العرب كده ملوش قعدة مش مشتقين طيب يعني درس المشتق ده اسم الالة هيكون في حاجات جامدة ايوة اسم الالة جامد زي شاكوش سندان قادوم قلم فرجر شوكة سكين ابرة سيف رمح فأس الكلمات دي ما لهاش فعل ما ينفعش نجيب منها فعل فهو مش مشتق من الفعل بس ده اسم الالة الشاكوش القلم القلم ما هو اسم الى اسم الى بقدي بيه الفعل بستخدمه للكتابة بستخدم السيف الرمح السكين ده اسمه اسم الى جامد ولا سماعي اسم الى جامد صح اسم الى سماعة. صح. جامد يعني سماعة. الاتنين زي بعض. طيب اه المشتاق عندنا هنا اسم الالة بقى المشتاق. بيكون متاخد من فعل. عايزين نعرف بس ان هو الفعل ده الوزن ده فيه اوزان قديمة اسم الى قديم ولا جديد حديث اعرف ازاي. الاوزان القديمة مفعل ومفعل ومفعلة. يعني ايه? منشار. عندنا هنا اهو. منشار. بس مش منشار. على وزن مفعال. منشار ده اسم الى. المنشار. المنشار اللي بيقطع الخشب. وخلي بالك كويس جدا. الفرق ما بين ان انا بقول لك المنشار باستخدم المنشار الى ولا بقول لك الصحفي منشار للاخبار. فرق كبير. لو قلت لك الصحفي منشار اه منشار ده ممكن تكون اسم الى اسم الى وممكن تكون مبالغة تكون صيغة مبالغة. لما اقول لك الصحف منشار للاخبار. لأ ده صيغة مبالاكسة. لما اقول لك استخدم المنشار في قطع الخشب. لأ هنا بيت اسمها. منشار على وزن. مفعال. الفعل بتاعها اقول له من الفعل السلاسي من الفعل نشرة. نشرة منشار. طيب اه مفتاح ولا مفتاح? مفتاح. اهو مفتاح من الفعل فاتحة. ونخلي بالنا برضو. هي مفتاح دي انا بقول المؤمن مفتاح الخير. استخدم المفتاح. يبقى هي اسمها. انما لو بستخدم كلمة مفتاح بتقول على كثرة الفتح. لأ حسب الصياق. هتكون صيغة مبالغة. مقياس الالة اللي احنا بنقس بيها. يبقى المقياس دي اسم الة. على وزن مفعال. قديم ولا جديد? قديم. عندنا برضو منزر. عندنا برضو من الفعل نظرة. ممكن يقول لك هات اسم قالة من نظرة. اقول له انا عندي منزر. وعندي نظر. نظر. لاتنين من نظرة. لاتنين صح. يبقى من نظرة. ينفع اجيب له وزن قديم وقول له منزر. وينفع اجيب له وزن حديث واقول له نظرة. لاتنين صح. يبقى من نظر على وزن مفعال من نظرة. تاني وزن قلنا مفعال ومفعل. مفعل. اه مفعل. زي مدفع. مش مدفع. اسمه مدفع. من الفعل من دفع. مشرط اللي هو الماشرط بس يسمه مشرط على وزن مفعل. المبرط المبرط من بردة. المبضع مبضع الجراح مبضع اللي هو المشرت. المعوة المعوة الهدمة. كلمات دي بتجيلنا كتير. على وزن مفعل. طيب الوزن التالت من الاوزان القديمة مفعل ومفعل ومفعلة. اه مفعلة. مكنسة ملعقة. مرآة. مصطرة. الكلمات دي كلها على وزن مفعلة. كلها اوزان قديمة. الاوزان القديمة? مفعال مفعال ومفعالة. الاوزان الحديثة بقى اسم الالة الجديد. الحديث زودوا لنا قالوا لنا فعالة وفعول وفعالة وفعالة. فعالة غسالة. مكانش عندهم زمان غسالة. غسالة او فعالة. غسالة. سيارة. سلاجة. نزارة. الكلمات دي برضو اسمه على وزن فعالة. احنا قلنا هو نزارة من ايه? برضو من نفس الفعل من نظرة. ينفع اقول نظرة نظارة ونظرة من زار. وزيها برضو من حاسبة. من حاسبة. ينفع اقول حاسبة. وينفع اقول حاسوب. ينفع جد من حاسبة. اقول حاسوب على وزن فعول. وحاسبة على وزن فعالة. يبقى من الاوزان الحديثة فعالة زي غسالة. فعول وفاعلة. حاسوب وحاسبة. حاسوب صاروخ. حاسبة. ساقية على وزن فعالة. شاحلة على وزن فاعلة. الموضوع كله فهم. يعني ما قولكش مسلا ساقية. اقول لك ساقية تلاقيها تلاقي كلمة ساقية تقول لي خلاص دي اسم ايه على وزن فاعلة. من ممكن اقول لك الفلاحة. اه اقول لك مسلا الفلاحة ساقية. الارض. يبقى ساقية دي بقيت اسم فاعل خلاص اتغيرت. انما لم قولك تسقي الارض بالساقية. اممكنك يبقى لك الاتنين في نفس الجملة. اقول لك الفلاحة ساقية الارض بالساقية. يبقى هنا كلمة ساقية هتكون في الاولى اسم فاعل وفي التانية اسم آلة من ساقة. شاحنة من شاحنة. اخر وزن فعالة زي كلمة خزانة. يبقى لشنا الاوزان القديمة مفعال ومفعل ومفعلة. الاوزان الحديثة فعالة وفعول وفاعلة وفعالة. دي كلها اسم آلة جامد ولا مشتاك? مشتاك. سماعي ولا قياسي? قياسي. المشتاك iku��자كن. بالمشتاك. بنقول عليه قياسي. طيب برضو بنعرف هنا ان اسم الالة قلنا من نظرة ليه وزنه كديم لهم نظار. وليه وزنه الله على المنظار قلنا قد يتشابه اسم الالة مع اسم الفاعل وقض يتشابه اسم الالة مع سيغ المبلغة. الأمثلة هي بردها. لما اجود سمعته هاتف او هاتف. او هاتف. مش الهاتف. مش الالة. الهاتف سمعته الهاتف اللي هو الانسان اللي بيهتفة. من هاتفة. لما اجود من هاتفة اسم الفاعل تبقى هاتف. يبقى دي اسم فاعل. لو قلت الفلاحة ساقية الارض هي اللي بتسقي. يبقى دي اسم فاعل من ساقة. يبقى هنا دي اسم فاعل. نفس الكلمة ممكن تكون اسم آلة. سمعت صوت الهاتف التليفون الهاتف دي الآلة. آآ بتسق الارض بالساقية. آآ الساقية دي اسم الآلة. برضو ممكن يتشابه اسم الآلة مع صيغ المبالغة. لما اجا اقول المؤمن مفتاح مفتاح الخير. بيفتح كتير للخير. يبقى دي صيغة مبلغة. انما لو قلت لو قلت العلم مفتاح العلا اه ده حاجة دي هنا المؤمن ده عاقل. طالما عاقل يبقى هنا مش مفتاح مش قالة. يبقى ده صيغة مبلغة. العلم غير عاقل يبقى مفتاح هنا ده اسم اسم قالة. الصحة في منشار او منشار للاخبار ينشر كتير تدل على المبلغ يبقى صيغة مبلغة. انما لو استخدمت المنشار في قاطع الاخشاب يبقى هنا اسمه الا. الصحف مين زياع? الصحف بيزيع كتير. صغيرة مبالغة. سمعت الاخبار من المزياع اللي هو الراديو. باسمه الا. الفتاة سيارة. اه الفتاة مش عربية. الفتاة سيارة بالخير تسير كثرة السير. صغيرة مبالغة. الفتاة ديها سيارة. ممكن نقول لك سيارة. الى المدرسة بالسيارة. يبقى السيارة التانية دي اسمه الا. الموضوع كله فهم. تفهم المعنى. هتقرأ الكلمات دي. الجمل دي. وتستخرج اسم الالة. وتبين وزنه. وتقول لي نوعه هو اه جامد ولا مش طاق سماعي ولا قياسي. ماذا اقوله? وددت البحر قافيتي. والغيم محبرة. محبرتي. والافك اشعاري. ماشي. هتقرأ هتلاقي برضو التدريبات دي موجودة اسفل الفيديو. هتحلق التدريبات دي. وهتلاقي برضو فيديو الحل موجود اه اسفل الفيديو برضو ان شاء الله. اه الدرس اللي بعد كده والدرس الاخير في منهج اعدادي اسلوب التفضيل. اسلوب التفضيل. لما اجا اقول الطيارة اسرع من القطار. انا بفضل مين على مين? انا بفضل الطيارة. بفضل الطائرة. دي المفضل. بفضل الطائرة على القطار. يبقى ده المفضل عليه. باستخدام اسم التفضيل اللي هو اسرع. الطائرة اسرع من القطار ده اسمه اسلوب تفضيل. بيتكون من ايه اسلوب التفضيل? من المفضل. واسم التفضيل والمفضل عليه. اسم التفضيل بيكون على وزن افعل. لما اجا اقول مسلا الوردة. اه فكرة السؤال هنا ما ينفعش اقولي الوردة احمر. بتخدعنا كتير. يقولك الوردة احمر اغضر. الالوان كلها ما ينفعش اجيب منها اسم التفضيل. هتقولي ليه ما انا عادي اقول دي احمر من دي ازرق من ما ينفعش. ده خطأ. وده اللي بنغلط فيه في الامتحان. هنعرف لي دلوقتي. اقول الوردة اكثر اهو يبقى هنا اكثر. دي اسم التفضيل. بفضل الوردة. اسمها المفضل. بفضلها بقول الوردة اكثر حمرة من الايه? من الدم يبقى الدم دي المفضل عليه. يبقى اسلوب التفضيل برضو اسمه مشتاق على وزن افعل. اللي هو اسم التفضيل. مشتاق من سرعة اسرع كبرة اكبر كسرعة اكثر. برضو من المشتاقات. بيدل ان حكتين شيئين اشترك في صفة اللي اتنين مشتركين في السرعة. بس واحد زاد عن التاني. الطيارة اسرع شوية اه من الكطار. عرفنا بيتكون من المفضل? والمفضل عليه? وبنستخدم اسم التفضيل اللي بيكون على وزن. اسم التفضيل بيكون على وزن افعل. بيكون على وزن افعل. اه بس مش كل الافعال ينفع نجيب منها اسم التفضيل. هنعرف دلوقتي. اسم التفضيل بيصاغ بطريقة مباشرة. زي كبرة نقول اكبر. سرعه. سرعة اسرع. انما في الطريقة التانية من حمرة ما ينفعش اجيب اسم التفضيل بطريقة مباشرة. لازم اجيب فعل من عندي اقول اكثر او اشد اكثر حمرة. هنعرف لي دلوقتي برضو. اسم التفضيل ممكن يكون مذاكر. اقول لك اكبر على وزن ايه? افعل. طب المؤنس كبرى. هقول كبرى على وزن فعلة. وبتجلنا كتير. اكبر نقول كبرى. افضل فضلة. اعلى. عليا. اسم سمية. طيب والجامع جامع اكبر نقول اكابر. جامع مؤنس. جامع كبرى. كبريات. طيب خلي بالنا برضو الحاجات اصغر اهي? اصغر المذاكر المؤنس. اصغر صغرى. افضل. فضلة. اعلى. عليا. امثل. موسلى. اسمى. سمية. ارقى. ارقيا. ممكن يجي يقول لك حول من المذاكر للمؤنس. طيب بنعرفه ايه? قبل ما ندخل في تفاصيل اسم التفضيل والشروط اللي احنا نجيب بها اسم التفضيل بطريقة مباشرة. اه زي المثال الاول اللي هو سرعة اسرع. وطريقة غير مباشرة زي حمرة. قبل ما نخش برضو في التفاصيل دي. احنا بنعرف هنا ان اسم التفضيل بنعرفه حسب ما كانوا في الجملة. مصر ما لها اعظم. توقع خبر. توقع خبر. هنتكلم برضو عن تفاصيل اعراب الاسم اللي بعده. اللي بيجي بعد اسم التفضيل. عايزين نعرف برضو هنعرفه ايه? نعرفه. يا اما مضاف اليه. يا اما تمييز. دي الحاجة اللي بتلغبطنا قبل برضو ما ندخل في اسم التفضيل بالتفصيل. لو لقيتوا معرفة. احنا عندنا يا تمييز. التمييز ده بيكون ناكرة. وبيكون منصوب. ناكرة ومنصوب. يعني لو لقيتوا معرفة ما يبقاش تميز. يبقى مضاف اليه. لو لقيتوا حاجة تانية لو لقيتوا مجرور يبقى مضاف اليه. يعني لما جاء هو لو معرفة يبقى مضاف اليه. لو لقيتوا معرفة يبقى مضاف اليه. لو لقيتوا ناكرة وينفع نحزف اسم التفضيل من الجملة يبقى برضو مضاف اليه. يعني ايه? لما جاء قولي الاسد اقوى الحيوانات. معرفة في الف ولا? يبقى اقوى الحيواناتي. اعرف مضاف اللي على طول. طيب في الاسم التفضيلة بنتكلم عنه اقوى. طيب افضل. مصر افضل دولة. ايه ده? طب انا مش عارف هي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة. كان ممكن اعرف لو مسلا اه افضل لو قال لي كده افضل ايه? خلقن. لو بالشكل ده الالف موجودة اعرف انه منصوب يبقى تمييز على طول. الفكرة هنا في الاخرة مربوطة انا مش عارف تشكيلها ايه? مصر افضل دولة. مصر اعظم مكانة. اعرف ازاي? طيب هقول لك بطريقة سهلة. شل اسم التفضيل. ينفع اول مصر دولة? ينفع. تبا دي ايه? مضاف اللي مجرورة. على طول. مصر اعظم مكانة. ينفع اول مصر مكانة? لا ما ينفعش. يبقى دي تمييز. افضل مكانة يبقى دي تمييز منصوب وعلامة ينفعش. طيب اسم التفضيل? آآ في منه سماعي. السماعي مالوش قعدة. القياسي على وزن افعل. القياسي على وزن افعل. فن القياسي? لا merci اهو. هنالغي اللاسهم دي غلط. القياسي اهو على وزن افعل. كبرة اكبر. اجمل. اشد. يبقى هنا القياسي بيكون على وزن ايه? افعل. انما السماعي السماعي ده اهو السماعي بنحزف منه الالف. خير وشر وحب ده اسمه اسم آلة سماعي. اسم آلة سماعي. مش قياسي. مش على قاعدة. يبقى ممكن يقولك استخرج مسلا من الامثلة اسم آلة سماعي هدور على خير شر حب. الصلاة خير من النوم. مش على وزن افعل. لو على وزن افعل يبقى ايه? القياسي على وزن افعل. خلي بالك بس من اللغبات اللي هنا دي. الصلاة خير من النوم. المنافق شر الناس. يبقى شر. دي اسم تفضيل برضو. بس هنا الالف محزوفة. بنقول اسم آلة سماعي. مش قياسي. تعالوا بنخش على التفاصيل المهمة ان الفعل شروط الفعل الذي يصار منه اسم التفضيل. علشان اجيب اسم التفضيل. اسم التفضيل بيكون على وزن? بيكون على وزن ايه? افعل. بيكون على وزن? افعل. لازم يكون الفعل ده سلاسي من تلات خروف. او لازم يكون سلاسي. فضلا نقول افضل. يبقى اسم التفضيل هنا يصار بطريقة مباشرة. فضلا افضل. كبرة? اكبر. اعطى? لا ما ينفعش. لان هنا اعطى غير سلاسي. لا يصار اسم التفضيل بطريقة مباشرة. لازم يكون تام. يعني تام? يعني مش ناقص. يعني تام? يعني ليه فاعل? انما كان او اخواتها لا ملهاش فاعل. ده اسم او خبرها. كان ده واخواتها لسه ما اخدناش. بس برضو ده افعال ناقصة. يبقى كانوا اخواتها. لما يجي يقولك ليه كانوا اخواتها او اي واحدة من اخوات كانة. ليه ما ينفعش نجيب اسم التفضيل بطريقة مباشرة? هقول له لانه فعل ناقص. طيب لازم يكون مثبت. يعني مش منفي. لا يفهم لا يجذب. ده منفي. لا يصار منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة لانه منفي. لا يصار منها اسم التفضيل بطريقة مباشرة لانها افعال معقصة. لا يصار منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة لانه غير سلاسي. اربعة. لازم يكون متصرف. يجي منه الماضي والمضارع والامر. مش زي الافعال الجامدة. من الافعال الجامدة? الافعال الجامدة. نعمة. بئسة. عسى. ليس. حبزة. ولا حبزة. لازم تحفظهم. ليه ما ينفعش نجي منها اسم التفضيل? لانها افعال جامدة. لازم يكون مبني للمعلوم. مش مبني للمجهول. اه لو قلنا كتب. كتب مبني للمعلوم. انما لو كتب بقى مبني للمجهول. يكتب اه المبني المجهول بنضم اوله ونكسر ما قبل اخير. المضارع بنضم اوله ونفتح ما قبل اخيره. كتب. عارفين طبعا الفعل المبني للمجهول لا يصار برضو منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة. يصار بطريقة غير مباشرة انا اعرفها دلوقتي. لازم يكون برضو قابل للتفاوت. دي برضو هنا غلط. لازم يكون قابل هنصلحها هنقول قابل للتفاوت. يعني قابل للتفاوت? قابل للتفاوت. يعني قابل للتفاوت? يعني قابل للزيادة والنقصان. نمسح دي خالص من هنا. قابل للزيادة والنقصان عندنا ماتة وفانية وهلكة. ده غير قابل للتفاوت. غير قابل للزيادة والنقصان. يعني ايه? مفيش حد بيموت اكتر من حد. يبقى هنا لا يصار منه اسمه التفضيل. لانه غير قابل للتفاوت او غير قابل للزيادة والنقصان. رقم سبعة ليس الوصف منه على افعل فعلاء باختصار الالوان اهي والعيوب احمر اخضر اصفر. ما ينفعش قول الوردة احمر من كزا. ما ينفعش قول البحر ازرق من كزا. ما ينفعش اه الالوان والعيوب. العيوب اصلا ما ينفعش اه اجيب انا اسم التفضيل. ما ينفعش اجيب اسم التفضيل في الالوان بطريقة مباشرة. هجيبها بطريقة غير مباشرة زي اللي عملنا في المسال الاول قولنا اكثر حمراء. طيب تعالوا نتعرف بالتفصيل بقى لو فقد الشروط دي. يعني لو فقد الشرط الاول وفقد الشرط السابع. يعني لو كان مش سلاسي. لو كان غير سلاسي. اعمل ايه? عايزين نستخدم مثلا الفعل ازدحمة اسلوب تفضيل. عايزين نفاضل مثلا ما بين ازدحمة الكاهرة وازدحمة الريف. اقول الكاهرة. ازدحمة نقولها ازاي? لازم اجيب. اسم تفضيل مستوفي للشروط. اي حاجة من دماغي كفرة اكثر كبراء اكبر جملها اجمل. اي فعل اي اسم تفضيل مستوفي للشروط يكون من فعل سلاسي. واجيب بعد كده المصدر الصريح. اللي هو المفعول المطلق. المصدر الصريح اللي هو المفعول المطلق. كتب كتابة حرصة حرصة. عارفين طبعا المفعول المطلق. ناخد مثال اهو ازدحمة المفعول المطلق نقول ازدحمة ايه? ازدحمة ازدحاما. يبقى ازدحاما دي اسمها المصدر الصريح. اللي هي المفعول المطلق. يبقى اجيب من عندي اهو اسم تفضيل مستوفي للشروط اكثر. واقول من ازدحمة المفعول مطلق ازدحاما. يبقى اقول له بقى الكاهرة المفضل اهو المفضل والريف المفضل عليه اسم التفضيل اهو اكثر اول الكاهرة اكثر ازدحاما من الريف. ده لو لقيته غير سلاسي. طيب لو لقيته لون بيدل على الالوان اي لون برضو بنفس الطريقة. هجيب من عندي اكثر اشد اي اسم تفضيل مستوفر الشروط. والوردة اهيه المفضل اول اكثر خمرة اول الوردة اجيب اكثر. ومن حمرة اه من حمرة يبقى ايه? حمرة. طب لو من حمرة اولي حمرارا. لو بيقول لك مثلا من حمرة الوردة اقول له حمرة حمرة. لو بيحدد من الفعل حمرة او الفعل احمرة يبقى لازم اخلي بالي من المصد. اكثر حمرة من من الدم من اي حاجة. طيب لو فقد الشرط التالت والخامس. يعني لو لقيته منف زي لا يخون. لقيته مبني المجهول. زي كلمة يتبع. لو منفي. هجيب برضو اسم تفضيل مستوفر الشروط. بس الاختلاف اللي كان هنا مصدر صريح. اللي هو المفعول المطلق. لا هنا هيكون حاجة اسمها مصدر مؤول. يعني ان والفعل المضارع. ناخد مثال. لا يخون. اهي? ان والفعل المضارع. ان لا يخون. واجب من عندي احفظ دول. هيساعدوك. احق اولى اشدر. ده اسم تفضيل مستوفر الشروط. اقول المصري اه او لا او احق او اشدر. واخدت ان. والفعل المضارع اللي هو لا يخون ان ولا ان ولا اكتبها كده. الا. يبقى المصري اولى. الا يخون وطنه. يبقى انا كده برضو استخدمت هنا الفعل المنفي بطريقة جبتي اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. طيب لو كان مبني المجهول يتبع اقول اقول اول الحق. احق ولا اولى ولا اشدر. ممكن اولى الحق. اولى ان يتبع. او اشدر ان يتبع. او احق ان يتبع. يبقى هنا اسم التفضيل المستوفر الشروط. وان اهي. الفعل اللي هو المصدر المؤول ان والفعل. ان يتبع. يبقى جبت هنا الفعل المبني المجهول. برضو جبت منه اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. طيب هنا يبقى عرفنا كده لو فقد الشرط اه التالت والخامس. وخدنا وخدنا فوق الاول والسابع. فضلنا لو فقد الشرط التاني والرابع والسادس. لو فقد الشرط التاني. لو لقيته من كانة من كانة واخواتها اي حاجة من اخوات كانة. ما ينفعش نجيب منها اسم التفضيل اصلا. يبقى هنا لا يأتي منها اسم التفضيل. ليه? لانها افعلنا القصر. طيب نعمة وبقسة وعسى وليسة وحبازة ولا حبازة. ما ينفعش نجيب منها اسم التفضيل اصلا. ليه? لانها افعال جامدة. طيب ماتة وفانية وهلكة. ما ينفعش نجيب منها اسم التفضيل اصلا. ليه? لانها غير قابلة للتفاود. غير قابلة للزيادة والنقصة. الافعال دي لو فقد الشرط التاني والرابع والسادس اللي احنا قيلنهم. قلنا باختصار برضو لو لقيته فعل ناقص من كانة واخواتها. لو لقيته فعل جامد لو لقيته فعل غير قابل للتفاوت لا يصاغ منه اسمه التفضيل والافعال كمان اللي بتدل على عيب اللي كان الشرط الاخير الالوان والعيوب ما ينفعش نقول ده آآ آآ اعمى من ده يبقى نزود برضو الافعال التي تدل على العيب خلي بالك برضو الفرق هنا ما بين افعال التفضيل الكلمة اللي على وزنه افعال افعال التفضيل وافعال التعجب لما اجا اقول مصر اجمل البلاد آآ مصر اجمل البلاد ده اسمه اسلوب ايه اسلوب تفضيل انما لما اجا اقول ما اجمل مصر ده اسلوب تعجب افعال هنا اللي بتبقى في اسلوب التعجب ده اسمها دفعال مش اسم دفعال التعجب ما اجمل ما اروع ده اسمها دفعال هي اصلا الكلمة لوحدها اسم اجمل لوحدها اسم بس في الجملة دي في الاسلوب ده دفعال التعجب مصر اجمل البلاد آآ ده هنا اسم التفضيل ومصر ده المفضل والبلاد المفضل عليه خلي بالك ان المفضل عليه ممكن يجي قبل المفضل عادي. لما اقول لك مصر افضل البلاد او مصر دي الايه? مصر دي المفضل. والبلاد البلاد اهي المفضل علي. يبقى البلاد دي المفضل علي. ينفع اجيب المفضل عليها قبل المفضل? ايوة. ينفع او لهو? ينفع افضل البلاد او افضل البلاد مصر. البلاد المفضل عليها. ومصر دي المفضل. الفعل المستوفي للشروط اللي هو مسلا زي نفع انقول انفع كبرة اكبر جمله اجمل. الفعل المستوفي للشروط. ينفع استخدمه بطريقة مباشرة? اه يجوز استخدمه بطريقة مباشرة. اقول العلم انفع. من نفع نقول انفع. العلم انفع. السماء اه اجمل. البحر اوسع. عادي. ينفع استخدمه بطريقة مباشرة. اقول العلم انفع من المال. وينفع استخدمه بطريقة غير مباشرة. يعني اجيب اه اسم تفضيل مستوفر للشروط. واجيب المصدر الصريح. نفعه من نفعة نفعا اول العلم اكثر نفعا من المال. الدرس اسلوب التفضيل فيه حاجات كتير فيه تفاصيل كتير برضو محتاجين نركز فيها. اه هتجاوب على الاسئلة دي. الاسئلة دي برضو مهمة. اه كل سؤال مكتوب المطلوب منك. وبعد كده فيه قطعة فيه تدريب اهو. قطعة نحو. فيها برضو اه المشتقات. تدريب شامل على المشتقات. هتلاقي برضو الاسئلة دي موجودة اسفل الفيديو. هتحملها وهتطبعها وهتحلها لوحدك. وبعد كده تراجع الحل من فيديو الحل اللي بيكون برضو موجود. وبكده برضو يبقى احنا خلاصنا منهج اعدادي. في الحلقات اللي جاية هندخل على منهج المرحلة السنوية. سنة اولى سنة وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق دايما. بتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم ولو بجزء بسيط. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. اترككم في رعاية الله وامنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.